المنظمة الدولية للهجرة تعلن عن وصول أكثر من 1700 مهاجر إفريقي إلى سواحل محافظة شبوة اليمنية وذلك خلال شهر مايو الماضي وترحيل سلطنة عمان أكثر من 200 مهاجر إثيوبي إلى محافظة المهرة هذه الأرقام تصل التضاء على استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن على الرغم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها والأخطار التي تحيط برحلتهم رحلة العذاب تبدأ من دول القرن الأفريقي حيث الفقر والاضطهاد والحروب المستعرة تدفع بالألاف إلى الفرار بحثا عن حياة أفضل يركبون أمواج البحر متشبثين بأمل الوصول إلى بر الأمان لكنهم يجدون أنفسهم في مواجهة كابوس جديد فاليمن الذي يعاني من ويلات الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية الخانقة ليس سوى محطة جديدة في رحلة العذاب في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن يجد العديد من المهاجرين أنفسهم مجبرين على اتخاذ قرار العودة إلى بلدانهم الأصلية حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة 750 مهاجرا وتشير التقارير إلى أن أكثر من 1200 مهاجر وصلوا إلى جبوتي قدمين من اليمن في رحلة محفوفة بالأخطار تعكس حجم المعاناة التي واجهوها مأساة المهاجرين الأفارقة تتفاقم مع قيام بعض دول الجوار بترحيلهم إلى اليمن بدلا من توفير الحماية لهؤلاء اليائسين والمظلومين ممن انقطعت بهم السبول تطردهم الدول ذات الأرصد المتخمة بالنفط إلى دولة لا يختلف حالها عن حال بلدانهم الأصلية التي هاربوا منها ويعدون العودة إليها ضربا من الانتحار أو الموت البطيء بحسب خبراء قانونيين يعاني المهاجر في اليمن من وضع قانوني ملتبس يزيد من معانته حيث يحصل الصوماليون على حق اللجوء إلا أنهم مفتقرون إلى أبسط الحقوق الإنسانية مثل الحق في العمل والرعاية الصحية أما اللاجئ من دول أخرى فيواجه خطر الاعتقال في ظروف غير إنسانية أو الترحيل القسري وتاجاه لمعاناته ومخاوفه صرخة اللاجئين المحترقين في مركز الاحتجاز الخاص بهم في صنعاء في شهر مارس من العام 2021 ما تزال أصداؤه حاضرة في أسمع أهليهم ووجدان المدافعين عن حقوق الإنسان الحادثة المؤلمة مرت دون تحقيق في ملابسة وقوعها غير أنها تعد دليل الأكثر إلى من عن مدى هشاشة وضع المهاجرين في اليمن ومدى حاجتهم للحماية والدعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة